نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله أن إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيال العميد راضي موسوي إثر الهجوم الذي شنته قبل ساعات على منطقة السيدة زينب في ريف دمشق وأضح الحرس الثوري الإيراني أن العميد راضي موسوي كان مسؤولا عن دعم جبهة المقاومة في سوريا كما كان أحد رفاقي قاسم سليماني القائد السابق لفينق القدس الذي يغتيل في بغداد في الثالث من يناير عام 2020 إثر غارة جوية أمريكية